فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله إليكم قال رحمه الله ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض نعم بعض الناس تخفى عليه حكمة منع التشبه بأهل الكتاب فيظن أن هذا من جنس العلو في الأرض وأن شرعنا وديننا لما أمرنا بعدم التشبه لهم أنه من باب العلو ويقولون الناس إخوة والبشرية إخوة في الآدمية والإنسانية فلماذا نخالفهم ولماذا يقولون هذه المقالة نتيجة لأن في قلوبهم مرض وجهل هذه الأمور ولو كانت قلوبهم سليمة لسلموا لأمر الله ورسوله دون اعتراض فمخالفتنا لهم ليست مثل مخالفة الملوك لغيرهم باب التكبر في الأرض والعلو على الناس وإنما هو لأجل حماية ديننا وعقيدتنا ومصالحنا ترجمة نانسي قنقر